السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا طلاب الأعزاء؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا اليوم بعدما أنهينا تفسير درس النملة النشيطة سوف نقوم بحل التدريبات انتبهوا جيدا السؤال الأول أضع حرف الفائي مرة وحرف القافي مرة في الفراغ ثم أغفظ الكلمات إذن تعرفون يا أحبائي بأن حرف الفائي والقافي متشبهان في الكتابة ولكن يختلفان في اللفظ لذا سوف نختبر حرف الفائي ونختبر حرف القافي ونلفظ الكلمات ونرى الفرق بينهما الكلمة الأولى فائدة الكلمة الثانية قائدة إذن في الكلمة الأولى حرف الاف وفي الكلمة الثانية جاء حرف الاق نأتي إلى الكلمة الثالثة حفل حفل الكلمة الرابعة حقل حقل إذن في الكلمة الثالثة جاء حرف الاف وفي الكلمة الرابعة جاء حرف الاق نأتي إلى الكلمة الخامسة خلف خلف خلق خلق إذن في الكلمة الخامسة خلف جاء حرف الاف وفي الكلمة السادسة خلق جاء حرف الاق نأتي إلى السؤال الثاني أضع الشدة فوق الحرف الملون ثم أوفظ الكلمات ملاحظا الفرق أخذنا سابقا عن الحرف المشدد أو الحرف المضعف وقلنا هما ربارة عن حرفين متتاليين الأول ساكن والثاني متحرك الكلمات هي الكلمة الأولى جمع جمع الكلمة الثانية جمع جمع الكلمة الثالثة نزل نزل الكلمة الرابعة نزل نزل الكلمة الخامسة كسر كسر نضع الشدة على الحرف الملون وهو حرف السين تصبح الكلمة كسر 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 نأتي إلى السؤال الثالث أقرأ الجملة قراءة معبرة شكرا لك يا عزيزتي وردت هذه الجملة في النص عندما قال الجندب للنملة شكرا لك يا عزيزتي إذن الجملة هي شكرا لك يا عزيزتي شكرا لك يا عزيزتي السؤال الرابع أصل الكلمة بما يقاربها في المعنى ثم ألفظ الكلمات هي خزنات دع فائدة منفعة اتخرت وجدت اترك إذن نأتي إلى الكلمة الأولى خزنات وردت هذه الكلمة في النص في جملة في جملة وخزناته للشتاء إذن معنى خزنات اتدخرت دع وردت هذه الكلمة في النص في جملة دعي الكسل إذن معنى دع اترك فائدة وردت هذه الكلمة في النص عندما قال الجندب للنملة تعلمت منك فائدة العمل والنشاط إذن معنى فائدة منفعة نأتي إلى السؤال الخامس أصل الكلمة بضدها في المعنى قلنا يا أحبائي معنى ضد عكس الكلمات هي جائعا جاء أعطت ذهب نزل شبعان أخذت إذن نريد أن نصل كل كلمة بضدها في المعنى ما ضد جائعا نعم صحيح شبعان ما ضد جاء نعم صحيح ذهب ما ضد أعطت نعم صحيح أخذت والآن نأتي إلى السؤال السادس أحلل الكلمات إلى مقاطع مثل كل التدريب لتحليل الكلمات قلنا يا أحبائي كل حرف ما قبله مقطع وكل حرف ساكر وما قبله مقطع لدينا هنا كلمات المطر يأكله فائدة إذن سوف نقوم بتحليل كلمات المطر كيف تحلل إذن المطر رو نأتي إلى كلمات يأكله يأكله نأتي إلى كلمات فائدة فا اي دا تن نأتي إلى السؤال السابع أركب من المقاطع كلمات وأكتبها إذن لدينا هنا مجموعة من المقاطع سوف نقوم بتركيب هذه المقاطع والحروف لتكوين كلمات مفيدة الكلمة الأولى ط ل ب طلب غ ل ب غلب ق ل ب قلب نأتي إلى الصندوق الثاني ش ت آ 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 نأتي إلى السؤال الثامن أعيد ترتيب الكلمات وأكون منها جملتين مفيدتين الكلمات هي المطر في فصل ينزل الشتاء مفيدات أخذنا ore آ الوصف آ آ آ آ والجملة الفعلية وقلنا الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل هنا سوف نقوم بترتيب هذه الكلمات مرة جملة اسمية ومرة جملة فعلية انتبهوا إذن الجملة الأولى وهي جملة اسمية المطر ينزل في فصل الشتاء إذن بدأت هنا الجملة بكلمة المطر المطر اسم إذن هي جملة اسمية ينزل المطر في فصل الشتاء ينزل فعل مضارع إذن بدأت الجملة بفعل إذن هي جملة فعلية نأتي إلى السؤال التاسع أملأ الفراغ على نمط المثال ثم أقرأ المثال هو جمع جندب الطعام جمعت نملة الطعام لدينا هنا يا إحبائي تاء التأنيف الساكنة وقلنا عن تاء التأنيف الساكنة سابقا تأتي مع الفعل الماضي التي تدل على المؤنث المفرد ونضع عليها السكون إذن سوف نقوم بتحويل الكلمات المفردة التي تدل على المذكر إلى كلمة مفردة تدل على مؤنث الجملة الأولى تناول وليد الفطور نقوم بتحويل كلمة تناول إذن تصبح تناولت سمر الفطور إذن قمنا بتحويل تناول من مفرد مذكر إلى مفرد مؤنث شرب أحمد الماء نقوم بتحويل كلمة شربة شربت حنان الماء إذن شرب قلنا فعل ماضي مفرد تدل على مذكر قمنا بتحويلها إلى فعل ماضي مفرد تدل على مؤنث كتب أسامة الدرس تصبح كتبت لبنى الدرس إذن فقط عند تحويل الفعل الماضي المفرد المذكر نقوم بتحويلها نقوم بتحويلها إلى فعل ماضي مفرد مؤنث نضع تاء التأنيث الساكنة ونضع على تاء السكون السؤال العاشر أملأ الفراغة مما بين القوسين على نمط المثال ثم أقرأ الكلمات هي أهلاً وسهلاً آسف مهلاً من فضلك إذن لدينا مجموعة من الكلمات نقوم باستخدامها في حياتنا اليومية ولدينا مجموعة من الجمل سوف نقوم باختيار الكلمة المناسبة لكل جملة المثال هو حين يساعدني شخص أقول له شكراً حين أطلب شيئاً من أحد أقول له ماذا؟ نعم من فضلك حين أستقبل الضيوف أقول لهم ماذا؟ نعم أهلاً وسهلاً حين أعتدر من أحد أقول له ماذا؟ آسف شكراً استماعكم يا أحبائي شكراً